خلنا نروح الدكتور محمد كمال يعني اعتقد برضو انا عايز اكفز عن التفاصيل وازهب الى بعد النتائج اللي احنا بنضعها بشكل تخيلي انه الحرب بوقفت خلاص حرب انتهت او هتخلص باي طريقة من الطرق يعني ماذا لو اسرائيل بتقول هدف ده دمير حماس ده هدف حطينه امريكا بتقول خلاص العالم كله بتكلم ده جمعاء ارهابية احنا بتقول رغم ان احنا في خلاف ايدولوجي عميق بيننا وبين حماس الا انها في اطار الحركات التحرري ايا كان الخلاف الايدولوجي عميق بيننا وبين انا بقول كده تقريبا يعني معرفش حضراتكم بتقولوا ايه او الاطار المنطقي بقول ايه لكن في النهاية هم عايزين يخضوا على حماس طب ماذا بعد حماس من يحكم غزة يعني هل السلطة الفلسطينية قادرة على بسط سيطرتها على غزة هل يتم توريط دول في الاقليم منها مصر في المسئولين شيلوا مسئولين غزة زي الزمان مكان موجود هل يمكن انه اسرائيل نفسها تتمدد وتستعيد احتلال غزة مرة اخرى دي سنة الوهاد تلاتة موجودة وفي امريكا لقد قلت هذا الكلام من باب الخجل بنتكلم فيه لكن النهاردة منشور هذا الكلام يعني عايز اشوف كده الخطوط العريضة لهذا يعني خليني هطرح اولا مجموعة من الافكار تتعلق بالوضع الحالي وبعدين هنطلق منها الى الرؤية المستقبلية يعني دي تقريبا الحلقة التالتة اللي بنعملها عن الازمة وانا اعتقد سوف يكون هناك حلقات كثيرة ايضا في المستقبل لانه احنا فعلا بصدد يعني ازمة ممتدة وحرب طويرة لن تنتهي في الامد القصير في ظل ان الولايات المتحدة والغرب بشكل عام يرفض وقف اطلاق النار فده ما زال بيعطي الضوء لاسرائيل لاستمرار العمل العسكري وبيعتقدوا يعني الغرب والولايات المتحدة بتتبنى وجهة نظر اسرائيل انه وقف اطلاق النار الان سيعني انتصار حماس وسيعطي الفرصة لحماس لاعادة بناء قوتها والهجوم مرة اخرى على اسرائيل يعني العمل البري الاسرائيلي مستمر اصبح له عدد من الملامح الان ربما يكون ابرزها انه اسرائيل لن تحتل غزة باكملها مرة اخرى ولكن تحاول بناء او عمل منطقة عازلة على حدود غزة مع اسرائيل سواء الحدود الشمالية او الحدود الشرقية قد تمتد من يعني كيلو الى اتنين كيلو لكن طبعا المشكلة انه هذه المنطقة اهلة بالسكان فمحاولة اخراج السكان منها بيؤدي احداث زي الاحداث اللي احنا شفناها في ضرب معسكرات اللاجئين مخيم جبالي بالانس بالزبط التزايد في نفس الوقت تزايد اعداد المدنيين بتمثل ضغوط على المجتمعات الغربية وخاصة الولايات المتحدة لكن لم تصل بعد الى يعني تبني مشروع لوقف اطلاق النار لكن اللي هيحصل زي اللي ما هنشوف يوم الجمعة بلينكين جاي اسرائيل هيقول لهم بعض نصايح تهدئة مش عارف ايه كلام بالشكل ده لكن العمل العسكري مستمر طبعا ما زال هناك احتمال لاتساع نطاق الحرب بدخول اطراف اخرى يعني انا اعتقد هذا الاحتمال ما زال واردا لكن الحياة فيه اتساع لنطاق تداعيات الحرب اصبح موجودة الان في الغرب بما فيها الولايات المتحدة يعني المتابعة لما يحدث في الجامعات الامريكية في مؤسسات المجتمع المدني في الطيار الليبرالي حتى اللي هو جزء اساسي من الحزب الديموقراطي واقف بشدة ضد هذه الحرب بالدرجة انه البعض قد يكون فيها مبلغة يعني لكن بيقول الانقسام اللي بيشهده الحزب الديموقراطي الان شبيه بالانقسام اللي كان موجود ايام حرب فيتنام ان فيه انقسام على الحرب وعلى القيم وخاصة انه الحقيقة يعني طيار الحريات المدنية وخاصة السود الامريكان واقفين بشكل كبير جدا مع القضية الفلسطينية فده مزعل طبعا اليهود الليبراليين وفيه الحقيقة جدل كبير جدا حول هذا الموضوع الجدل اشد الحقيقة في المجتمعات الاوروبية بسبب الاعداد الضخمة من العرب والمسلمين اللي موجودين في هذه المجتمعات لدرجة ان البعض يعني شبه المظاهرات والاوضاع اللي موجودة بانه موضوع حرب غزة اصبح كأنه قضية داخلية في هذه الدول لكن من ناحية تانية وده يعني يمكن يربطنا بقى بموضوع البعد الديني ملوش مش بس ليه جانب اسرائيلي او يهودي الرد الفعل المضاد لاسرائيل في اوروبا ادى الى استنفار قوى اليمين اليمين العنصري اليمين الديني اليمين الذي يخوف دائما من الاسلام والمسلمين والهجرات الى اخره فبدأ الحديث عن حرب الحضارات يعني اكتر من دورية وعنوان لمقالات يتحدث مرة اخرى عن حرب الحضارات وعودة حرب الحضارات بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية لأساسها مسيحي يهودي المشكلة ايضا اللي موجودة الان انه يعني مفيش هدف سياسي للعمل العسكري سواء ما قامت به حماس او ما تقوم به اسرائيل الان يعني لما بنتكلم دايما على حرب اكتوبر كم في هدف سياسي من البداية رئيس سادات كان له اهداف محددة تحريق قضية قد تصل الى تسير في مصار معين وتصل لهدف معين ما قامت به حماس الحياة محتاج مننا مراجعة ماذا كان الهدف السياسي منه وهل سيتحقق هذا الهدف ام لا ايضا العمليات العسكرية اللي بتقوم بها اسرائيل غير واضح ما هو الهدف السياسي منها غير الانتقام وغير اعطاء فرصة او ناتنياهو بيعطي فرصة لنفسه للاستمرار في الحق بالنسبة للمستقبل يعني انا ارى انه يجب ان نكون يعني في مصر وفي العالم العربي على استعداد لهذا المستقبل ونفكر في هذا المستقبل احد ملامح هذا المستقبل انه بالتأكيد الخريطة السياسية في اسرائيل سوف تتغير زي ما الخريطة في غزة ستتخير الخريطة في اسرائيل ايضا ستتغير بعض الافكار زي ما حضرتك ذكرت بخصوص غزة بدأت تطرح البعض الحقيقة بيحطها تحت عنوان ما بعد حماس وانا اعتقد ان هذا عنوان خاطئ لانه حماس هتستمر بشكل ما كجزء من الخريطة السياسية في غزة العنوان الافضل هو مستقبل غزة مستقبل غزة بعد هذه الحار عشان اقرى مالي شراك ان اقول غزة بالضبط لا هي دي لا دي انا عايز اوصل منها انه يعني مستقبل غزة تصل منها في النهاية الى مستقبل القضية الفلسطينية فبعض الافكار طبعا اللي طرحت وموجودة في العلن وبتناقشها الان الادارة الامريكية مع بعض اصدقائها وحلفائها وبتناقشها مركز البحث الامريكية انه السلطة الفلسطينية تمتد الى داخل غزة لكن طبعا ده سؤال يعني بيتبعوا طلب تاني هل السلطة قادرة قادرة ام لا هل الغرب قادر على مساعدة هذه السلطة ام لا لانه الغرب والولايات المتحدة خزلت السلطة الفلسطينية اكثر من مرة منذ توقيع اتفاق اصله النقطة التانية اللي بتطرح في حالة انه حماس تبقى غير موجودة استبدالها بما يسمى بقيادات بيروقراطية وقيادات مهنية تبقى حكومة خبرة لفترة محدودة من الزمن ده برضو بيطرح سؤال يعني بعد